ينضم إلينا في السوديو محرر الشؤون اليمنية في سكاينيوز عربية فواز منصر فواز أهلا بك من جديد وقراءة لآخر تطورات دعنا نبدأ بتطورات الميدانية الصاروخين أو عدة صواريخ أطلقها الحوثيون من أماكن مختلفة بتجهما باب المندب خليج عدد شرح لنا طبيعة هذه الاستهدفات وهل أصابت أهدافها وأيضا هل يتوسع الحوثي في ضرباته الآن؟ الحوثيون اليوم اطلقوا عدد من الصواريخ باتجاه خليج عدد وباتجاه منطقة باب المندب الصاروخ الأول انطلق من جنوبي محافظة تعزو تحديد منطقة الراهدة وأيضا باتجاه باب المندب وسقط بالقرب من أحد السفن وتحدثت الهيئة البحرية البريطانية أنه كان قريب جدا من السفينة التي كان يريد استهدفها أيضا صاروخ ثاني اعترضته البحرية الأمريكية داخل أراضي اليمنية وسقط في منطقة رأس العارة وهي المنطقة الساحلية القريبة من باب المندب وهي التابعة لمحافظة لحج صاروخ ثالث ايضا انطلق من ضواحي مديرية رداع تابعة لمحافظة البيضاء وتحديدا من معسكر القصير وهو اللواء 139 هذه المنصة الصاروخية التي أطلقتها هذا الصاروخ حاولت القوات الأمريكية والبريطانية عندما قاموا بسلسلة من الغارات الجوية ليلة الاثنين باستهداف هذا المعسكر لكن من الواضح أنه لم تستهدف المنصة الصاروخية وبالتالي اليوم ظهرت وأطلقت الصاروخ باتجاه خليج عدن نحن نتحدث عن أن الحوثيين عندما يطلقون الصاروخ من موقع ما يقومون بنقل هذه المنصة إلى موقع آخر هناك عملية تمويه الحوثيين استفادوا خبرة كبيرة من خلال الحرب التسع سنوات استفادوا كيفية التعامل مع الغارات الجوية أو القصف البحري على مواقعهم ومناطق سيطرتهم وبالتالي الحوثيون بهذه العمليات اليوم هم يؤكدون أنهم أيضا مستعدون لتنفيذ عمليات أوسع وأن الضربات الأمريكية البريطانية لم تؤثر على قدرتهم العسكري دعني هنا أقطعك عفوا فواز لكن أيضا في متابعة للأخبار العاشلة وما نقرأه أسفل الشاشة في النبع العاجل أن شركة ميرسك للشحن البحري طبعا الشركة العملاقة تقول أو ترصد أن هناك سفينتان ترفعان العالم الأمريكي تبتعيدان عن مضيق باب المندب بعد انفجارات قريبة إذن هذا آخر تطور فيما يتعلق بعمليات الحوثيين والسفينتان ترفعان العالم الأمريكي ابتعدتان عن مضيق باب المندب بعد انفجارات قريبة لا نعلم إن كان تم إصابة هتين السفينتين أم لا لكن على ما يبدو هما سفينتان أمريكيتان وبالتالي هما مستهدفتان من هذا الضرب الحوثي هنا نلاحظ الوتيرة تتزايد فواز تتصارع ومن أكثر من محافظة خاصة المحافظة الخاضة على سيطرة الحوثيين هناك توسع في العمليات وهذا يؤكد أن الحوثيين ترسانتهم العسكرية بالنسبة للقوى الصاروخية والطائرة المسيرة كبيرة جدا بالأمس أطلقوا عدد من المسيرات من محافظة تعز بالتقاه مضيق باب المندب هم يطلقون الصواريخ والطائرة المسيرة من عدد من المحافظات هذا يؤكد أنهم مستمرون في تنفيذ تلك العمليات الحوثيون على مستوى القيادة الصفل وقالوا أن السفن حتى التجارية التابعة لولايات المتحدة وبريطانية ستكون أهداف لهم بعد ضربات الأمريكية البريطانية إذن هناك تصعيد حوثي ونعلم أنه طبعا هناك من يدير المشهد العسكري بالنسبة لتعطيل حركة الملاحة إلى خبراء الحرزة الصورية والذي فصل حتى معلومات واضحة جدا حتى بالأسماء أو تقرير والسريت جورنال يقول أنه أولا لم تتوقف عمليات التهريب لم يتوقف نقل الأسلحة من إيران وحزب الله وهذا أمر غريب لأنه كيف يمكن لحزب الله أن يرسل الأسلحة إلى اليمن مع التباعد الجغرافي بالإضافة إلى عملية وجود قيادات وقيادات صف أول من الحلس السوري الإيراني ما زالت تدير المعارك في الداخل هذا يخذنا إلى مسألة أنه هل قدرات التعبئة الخاصة بالحوثيين من حلفائهم في إيران أو في حزب الله قادرة على مواجهة الضربات الأمريكية البريطانية الدولية أولا بالنسبة للخبراء الحرزة الثورية وحزب الله التقرير ذكر أنه عملية التهريب مستمرة بالفعل هي عملية التهريب القطع الصواريخ والطائرة المسيرة مستمرة من إيران إلى السواحل اليمنية وتحديدا السواحل الخاضي على سيطرة الحوثيين لكن التقرير قال أن حزب الله أرسل مساعدين لتعزيز تلك الجبهة ومساعدة الحوثيين في تنفيذ تلك العملية خبراء حزب الله اللبناني يتواجدون في اليمن منذ أكثر من عشر سنوات وبالتالي هناك عملية ربما تبديل لكن خبراء حزب الله من قبل انقلاب الحوثي على الدولة اليمنية كانوا يدربون معاد الحوثيين في صعدة في معقلهم الرئيسي مران قبل أن يتوسعوا ويسيطروا على العاصمة الصنعاء ويتمددون نحن محافظة لكن بالنسبة للعملية البحرية جميع العملية البحرية التي يتبنىها الحوثيين لوحدهم هي عمليات إيرانية وأيضا تدار من قبل حزب الله وهناك أيضا فصائل تابعة لإيران وهي أدرع في المنطقة ولهم تمثيل في اليمن نتحدث عن الفصائل العراقي المسلحة نتحدث مثلا عن حركة النجبة نتحدث هذه الفصائل كلها تتواجد باليمن هي التي تنفذ العمليات البحرية خبرات الحوثيين كما يعرف الجميع أنها خبرات ضعيفة في البحر الحمر لكن لا نقول أن الحوثيين غير متواجدين في تلك العمليات هم يساعدون ويسهلون ويتبنون وأيضا لديهم فرق لكن هذه الفرق تدار من قبل خبراء الحرس التوري إدارة هذه العمليات العسكرية كلها تدار من داخل السفارة الإيرانية في صنعاء هناك مسؤول كبير عليهم من الحرس التوري وهو عبد الرضا شهلين معروف كان في العراق وهناك وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عليه أيضا عقوبات وعليه مكافأة بالحصول على أي معلومات أعتقد 15 مليون دولار وبالتالي هذا الرجل حاولت الولايات المتحدة طبعا في آخر أيام ولاية دونالد ترامب في استهدافه في اليوم الذي قتل فيها قاسم سليماني أصيب هذا الرجل ونقل إلى صعده وخضع العلاجة الآن هو من يدير هذا المشهد العسكري ويدير تلك العمليات إيران هي تتصدر الحرب في جنوب البحر الأحمر وفي تعطيل حركة الملاحة وبالتالي الحوثين عندما يؤكدون أنهم مستمرون في تلك الضربات هي إيران مستمرة في تلك الضربات وليس الحوثين الحوثين كانوا ذاهبون نحو اتفاق سياسي ربما كان لمصلحتهم سياسيا لأنهم يسيطرون على عقوز كبير من اليمن ولكن هذا الاتفاق قد لا يكون في مصلحة إيران لأنه ربما يفقد إيران موت قدم مهم في الدولة اليمنية إيران لعادة يهمها أن الحوثي يكون يحقق مكاسب سياسية في اليمن الآن لديها جبهة مشتعلة في جنوب البحر الأحمر تريد تحقيق مكاسب أعلى الحوار الذي سيتم أو في حالة تهديئة على مشاكل أوسع ليس على المستوى الإقليم فقط وبالتالي إيران تريد تصعيد الموقف في تلك المنطقة فوز منصر دائما شكرا جزيلا لك محرر أشؤون اليمنية في سكانيوز عربية أشكرك